الجانب الأول في عملية التدريس يركز على سؤال من أعلم؟ بمعنى آخر، هذا الجانب يوجه نظر المعلم إلى ضرورة أن يفكر قليلاً في المتعلم أو الطالب الذي ينوي أن يعلمه وأن يدرس له كيف يمكن للمعلم أن يفكر في الطالب؟ ما الأمور التي يجب أن يدركها المعلم جيداً وأن يعرفها عن طلابه حتى يستطيع أن يقوم بالتدريس لهم تدريساً مؤثراً وإيجابياً؟ أولاً، لا بد أن يدرك المعلم طبيعة العمر الزمني للطلاب الذين يدرس لهم فالعمر الزمني يؤثر تأثيراً كبيراً على استجابات الطلاب وعلى درجة انتباههم وعلى مستوى تركيزهم وعلى العمليات العقلية التي يمكنهم أن يقوموا بها فالتدريس للتلاميذ الصغار الذين ما زالوا في بداية مرحلة التعليم الابتدائي يختلف بالكلية عن التدريس للتلاميذ الكبار الذين وصلوا إلى المرحلة المتوسطة أو المرحلة الثانوية أو حتى في المرحلة الجامعية كل مرحلة زمنية لها مجموعة من الخصائص والسمات والمزايا النفسية والعقلية والسلوكية التي يجب أن ينتبه لها المعلم أيضاً على المعلم أن يحدد الجنس ذكور أم إناس وذلك لأن التعامل مع الأولاد يتطلب طرقاً واستراتيجيات تختلف عن الطرق والاستراتيجيات المناسبة للتعامل مع الفتيات فالجنس من المتغيرات التي تؤثر على القرارات التدريسية التي يأخذها المعلم سواء في مرحلة التخطيط أو في مرحلة التنفيذ أو عند تقويم عملية التعلم كذلك المستوى التحصيلي للطلاب عندما يدخل المعلم إلى الفصل لا بد أن يصنف طلابه وأن يعرف مستوى كل طالب هل هو من المستويات التحصيلية المرتفعة أم المتوسطة أم المنخفضة وما السمى التحصيلية الغالبة على تلاميذ فصله هل يغلب عليهم المستوى التحصيلي المرتفع أم يغلب عليهم المستوى التحصيلي المنخفض لأن كل مستوى من هذه المستويات يفرض على المعلم القيام بإجراءات تدريسية معينة ويفرض عليه استخدام طرق محددة لتعزيز تعلم الطلاب ولتشجيع انخرطهم في تلقي المعرفة وفي إنتاجه ولأن كل مستوى من مستويات التحصيل يتطلب طريقة محددة في طرح الأسئلة بل وأنواعا معينة من الأسئلة تتناسب مع كل مستوى من هذه المستويات إن دور المعلم هنا أن يحدد هؤلاء التلاميذ المتفوقين الأقوياء الذين يحتاجون إلى إثراء لأن مستواهم التحصيل عالي وأن يحدد هؤلاء المتعلمين الضعاف الذين يحتاجون إلى علاق لأن مستواهم التحصيل منخفض وأن يحدد لنفسه استراتيجيات معينة يمكنه أن يستخدمها عند التعامل مع كل مستوى من هذه المستويات التحصيلية كذلك البيئة التي يتم التدريس فيها هذه البيئة من المهم جدا للمعلم أن يدرك خصائصها المكانية وخصائصها الجغرافية وخصائصها السكانية وأن يدرك طبيعة أهلها وأن يدرك كيف يعيش هؤلاء الأبناء فيها لأن التدريس للمتعلمين الذين يعيشون في المدن الكبيرة مثلا يختلف عن التدريس للمتعلمين الذين يعيشون في قرى صغيرة أو في مدن متوسطة كل هؤلاء له نمط محدد يجب على المعلم أن يدركه وأن يراعي احتياجاته وأن يكون قادرا على تلبية مطالبه كذلك معرفة الخبرات المعرفية والنفسية السابقة الموجودة لدى المتعلمين فالمعلم الجيد هو من يبدأ مع تلاميذه من حيث هم لا من حيث يجب أن يكون المعلم الجيد هو من يبني تدريسه على ما يعرفه تلاميذه بالفعل هو من يرى أن دوره كمعلم هو أن ينجح في ربط المعلومات الجديدة بالمعلومات القديمة الموجودة في أذهان التلاميذ إذن معرفة المعلم للخبرات السابقة محدد مهم من محددات اختيار استراتيجية التدريس واختيار أسلوب التمهيد واختيار أنواع الأسئلة المطروحة واختيار طريقة تقويم المناسبة لهؤلاء المتعلمين كذلك المستويات الفصلية المختلفة فربما كان المعلم يقوم بالتدريس لأكثر من فصل وكان هناك تفاوت بين هذه الفصول في المستوى التحصيلي على المعلم أن يعدل من سلوكه التدريسي وأن يعدل من طروقه التدريسية ربما استخدم في أحد الفصول استراتيجية الإلقاء واستخدم في فصل آخر استراتيجية اللعب واستخدم في فصل ثالث الوسائط المتعددة الذي يحكم استخدام المعلم لاستراتيجية التدريس معينة هو مستوى الفصل الذي يقوم بالتدريس له بشكل عام ترجمة نانسي قنقر